الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسين عليه الصلاة والسلام في العيد يستحب التزاور بين الأهل ولتبدأ الزيارات بزيارة الأبوين ثم الأقرب فالأقرب ومن كان بينك وبينه قطيعة أو خصومة فلتذهب إليه في العيد وتهنئه بقدوم العيد فلنصل أرحمنا في عيد الفطر بإذن الله رب العالمين ولندخل الصرور على أقاربنا وعلى جيراننا وعلى أحبابنا فيكون العيد مناسبة بإذن الله رب العالمين لرفع الخصومة ولرفع الشحناء وإدخال الصرور على أهلنا وعلى جيراننا وعلى غيرهم من المسلمين بإذن الله رب العالمين وكل عام وحضراتكم بخير